موسيقى رائع لم نتأرجح أبداً بهذه السرعة هيا بنا لنقفز في الشلال سوياً لا انتظر يا طرزان نحن لن نفعل هذا لماذا؟ ألا تستمتعين؟ أستمتع أتمنى أن أقضي وقتاً في التأرجح بين الأغصان والقفز في الشلال لكن لدي مهام كثيرة حقاً مثل ماذا؟ حسناً مثل الغسيل أجل انظر لملابسي المتسخة هذه منتهى الاتساخ أجل لدي ملابس كثيرة علي غسلها ولا أستطيع التزحلق على الشلالات الآن إذن فلتذهب أنت إلى الشلال حسناً سأنفذ رغبتك شكراً هذه استجابة لرغبتي بالفعل اذهب ما الذي تفعلينه يا جين؟ ولماذا تبعدين طرزان؟ ماذا تقولين؟ لا أفهم عما تتحدثين حسناً سأعترف لكم في مثل هذا اليوم من العام الماضي تزوجت أنا وترزان لا أصدق أنه مر عام على زواجكم يا جين؟ أجل، مر عام كامل في إنجلترا يتبادل الأزواج الهداية في هذا اليوم ففكرت في إقامة حفل مثلاً ترزان سيندهش عندما يدخل المنزل فيجد فيه جين، هل هذه فكرة جيدة؟ ماذا تقصدين يا توكا؟ لأن ترزان صعب عليه التكيف مع تقاليد احتفالاتكم في إنجلترا أتتذكرين عندما زرك صديقاتك؟ نعم أتذكر هذا بدأ الأمر بلا أي مشاكل في وقت العصر اللطيف في الغابة سكتك نعم، يجب أن تعترف، بدأت أجيد لوبة الشجرة نعم، تعلمت سلوك القرود سريعاً سلوك القرود؟ أنا لم أسمع مثل هذا الإدراء من قبل إجريا إنه قادمات من؟ اتركها يا رجل الغابة الهمجي ألنون؟ ألنون؟ غريلي، هزل ماذا تفعل؟ لقد جينا لإنقاذك إنقاذي؟ إلى الغلب، مكانك هيا يا جين، أسرعي غريلي تراجع، تراجع كابتن جيروز، بعثنا صباح الخير يا جين، أهلاً ترزعاً كابتن جيرولد سيداتي، سأعود إلى السفينة الآن، استمتعنا بالرحلة ماذا، لا تتوقف لا تخافي يا جين، سنحميك من هذا البدائي الهمجي لا لا، أنت لا تفهمين، تركيني، 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 تركيني أنا لا أحتاج إنقاذاً حاولت أن أخبرهن أنك بقيت بمحض إرادتك، وأنك في أمان وسعادة هنا في الغابة، لكنهن رفضنا الإنصاط، وعندما كنت أتحدث عن رجل الغابة رجل الغابة الهمجي ترازان ليس رجل غابة همجي، إنه فقد تربى على أيدي الغوريلا في الغابة بالطبع، نعم، إحدى تجارب والدك العلمية جين، هل يمكنك إعادته إلى قفصه الآن؟ قفص؟ لديه قفص؟ لا لا، قفص ماذا؟ أنتن لا تفهمنا الأمر كرازان ليس تجربة علمية، إنه زوج في حقيقة الأمر، عندما لم تعد أن تواجين إلى أنجلترا في موعدكما، تولد لدينا شعور بأن شيئاً خطيراً قد حدث لكم هنا نعم، ثم سمعنا عن الإشاعة إشاعة؟ إشاعة؟ نحن لم نرغب فقط في إثارة القلق حسناً كما ترين نحن في أفضل حال شيء؟ يا له من مذاق مختلف فعلاً، هل هو مذاق؟ تراب حسناً، ربما القليل، أسفة هذا أفضل ما يمكننا فعله بتين المجفف وأوراق الموز آه، إنه عمل رائع، أخدم في الاعتبار، أنت تعرف إنه ظروف؟ نعم، لديكم منزل صغير ظريف بالفعل نعم، بالفعل له جاذبية خاصة في الواقع، والدة ترازان هم اللذاني بناية حقاً؟ ترازان، أخبرنا المزيد عن والديك؟ أنا لم أعرفهما أوه، أمر محظن لقد افترسهما صابور، الفهد في هذه الغرفة، هناك ترازان، هل يمكنك أن تجمع لنا بعض الفكاهة رجاءً؟ سأعود بسرعة لا 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 تسرع، خذ وقتك إذن كيف الحال مع المزعجات؟ لسنا مزعجات، إنهن صديقات جين آه، لا فرق، أنا لا أثق بأحد يرتدي الملابس، لماذا يرتدينا الملابس؟ صديقات جين لاطفات، عطرهن جميل أنا لا تعنيني رائحة عطرهن، أنصحك بأن تأخذ حذرك يا ترازان قريبا ستأخذ منك جين، تصرف بالتحضر، وبعدها تودع التأرجح وترتدي الملابس جين لا تريد مني أن آه، إنهما نور ووشيدة آه، لقد لقناهما درساً آه، حقاً يا جين، ترازان ليس الرجل الذي توقعنا أن تزواجينا لكن نفهم لماذا فعلت نعم، إنه قوي ومفتول العدلات أيضاً نعم، أنا سعيدة بحياتي هنا في الغابة مع ترازان سعيدة؟ في الغابة؟ آه، حقاً لقد تغيرت يا جين تغيرت؟ لكن كيف؟ آآ، حسناً، تريد إلينور أن تقول إن جين بورتر التي نعرفها كانت سيدة راقية آآ، والآن حسناً، رغم أن الأمر رائع، لكنك تعيشين في آآ شجرة، تعيشين في شجرة ما زلت سيدة راقية، ما زلت جين بورتر التي ذهبت معكنا إلى المدرسة يعني التي ذهبتنا معها نعم، في الواقع ستدهجنا عندما تعلمنا أنني أعددت لكنا نزهة رائعة غداً أوه، أحب النزهات عليكن أن ترتدينا أفضل ملابسكن ستكتشفنا أن الغابة متحضرة أحضرت الفاكهة آآ، الترازان، ستكون نزهة رائعة سنتناول الغداء، وسنلقي الشعر، ونلعب كرة الريشة كما كنا نفعل عندما كنا نتنزه في إنجلترا كان الجميع ينتظرون بشغف النزهات جين بورتر الرائعة خاصة من المجتمع الراقي كن لطيفاً، وارتدي ملابس والدك أهلاً بالملابس، ودعاً للتأرجع لماذا؟ في العالم المتحدر لا ينتقل الرجال بدون ملابس، الملابس مهمة لن أرتدي الملابس لكن لماذا؟ أنت تخجلين مني هذا ليس صحيحاً لن أتظاهر بشيء عكس طبيعاتي ترازان يوم رائع للنزعة، أليس كذلك؟ لن نواصل السيرة أكثر، صحيح يا جين؟ أنا خائفة، حسناً لا أريد أن أزعجك لكن أقدامنا تعلمنا، لقد اقتربنا من المكان ما هذا الصوت؟ جين، سمحني على توتري، لكن سمعت صوتاً ما؟ لا لا لا، داعي للخوف، انظرنا حولكنا، أشعر كأننا في حديقة عامة في إنجلترا انظرنا إلى... حديقة عامة بها تغبان كبير إذن، أين هو الآن ترازان القوي الذي يحميك؟ لم يتمكن من المجيء، لكن قد تستمتان بهذا آه، هذا رائع، مكان جميل هذا مدحش للغاية سيداتي، أهلاً بكنا في عالمي لو تمكنت من تسلخ الشجعة، يا إلهي بروفيسير؟ نعم، نعم، كنت في الطريق لرؤيتك، ثم... لا لا لا، سأتولى الأمر لماذا طلبت رؤيتي؟ أنت من جاء لرؤيتي نعم، نعم، جئت لأنني سمعت عن مشاحناتك الصغيرة مع جين إنها تغجل مني طرزان، جين تربط في مجتمع يهتم أحياناً برأي الآخرين فيك أكثر من رأيك في نفسك حسناً، هذا أمر غير منطقي لا، لكن أغلبية المجتمع هكذا اسمح لي يا طرزان جين تعيش معك هنا في الغابة كل يوم هل من الصعب أن تعيش في عالمها المتحضر يوماً، واحداً؟ لا، ليس من الصعب شكراً يا بروفيسر هكذا يا ولدي، أنا، ترزان؟ أرغب في نزول إذا كنت ترزان، ترزان أوه جين حقيقة كل هذا رائع يا جين الحياة في الغابة ليست همجاية فعلا رأيتم؟ يمكننا أن نكون متحضرين لحظة لحظة أنصت إليّ أيها الفهدان لا تفكّر في أكلنا انظر إلينا نحن نحفات مجرد جلد على عظم ومضاقنا سيء بالفعل نعم مضاقنا سيء ممرٌ جدًا أسرع أسرع فم فم بسرع في دوم القادمين أمرنا أسرع أسرع مرحبا 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 اشتركوا في القناة لا أصدق ألم يكن هذا منعشا؟ نعم حسنا جين أعتقد أنك لا تعرفين أين نحن تائهات ضللنا الطريقة في هذه الغابة حسنا إنك تبلغين كثيرا قليلا سيحل الظلام ماذا سنفعل؟ اسمعنا يا فتيات لقد تعلمت بعض الأشياء من ترزان وإذا كان هناك من يأكل وينام في الغابة فهو ترزان أقدم لكم صاحب الملابس تبدو وزيما يا ترزان متحضرا للغاية ستفخر بك جين كثيرا أوه حقا انظر إلى هذا لقد انتهت النزهة للآسف لو لم تتوقفي لالتهام النملكنا كأنني كنت سأغفر على طعم مناسب لي هنا ها صاحب الملابس انتهى الحفظ هيا لنطرد الطيور الآن نور وشيتا مر من هنا أوه الفهدان يا إلهي كانت جين لطيفة ورايحة عدر صديقاتها رائعة لماذا؟ لن يغير هذا خطتي في مطاردتي للطيور جين وصديقتها على قيد الحياة وعلينا البحث عنهن نعم إذا وصلنا إلى جدول القروض سنصل إلى المنزل في سلام أليس كذلك؟ عزيزتي جين رجاءا نحن نحاول أن نتبعك لكن أخشى أننا قد أصبنا بقروح هذا صحيح سامحنني على أنا نيتي هيا سأساعدكم حذائي سنتمكن من الحركة أسرع إذا أجرينا بعض التعديلات في ملابسنا لا أصدق لا لا لكن يا جين إنه حذاء غال من الجرد الطبيعي إنه حذاء تحركنا بخفة الآن ماذا لو رأنا أحد ما يشغلون الآن هو كيف لا نجعلهما يراياننا كيف سنحرب منهما؟ حل الليل أنا خائف طاق طاق نحن مع طرزان تهرب الفهود عند رؤياته كان هذا بالأمس إنه يرتدي الملابس الآن ها أنت محق من هنا إنها مجرد طحالب سننظفها بالماء هذه سنستخدمها للتنفس جين يبدو أنني لم أفهم جيدا هل تريدين مننا أن ننزل في المستنقى؟ هذا هو الحل الوحيد كي لا يتعقب الفهداني رائحتنا لقد هربنا منهما سيدان أبعزيها بسرعة أشعر بدوار يا لها من مزعجة تمتص دمائي الغالية ستقضي عليها تماما إنها ورقة نشكرك على هذا الصياح قبل اعتذاري لا تعتذري يا جرانلي جين أي نوع من النزهات هذه؟ أولا تمزقين ملابسنا ثم تدفعين بنا في المستنقى والآن ماذا ستطلبين؟ نتأرجحك الغريلة على الأشجار؟ إذا كان هذا سينقذنا نحن في الغابة إذا كنت لا تفهمين لسنا في حديقة وما كان يشب أن أتظاهر بهذا بقاؤنا يعتمد على تنفيذكن ما أطلبه منكن بلا نقاش هل فهمتن؟ نعم هذا أفضل إذن هل نتأرجح الآن مثل الغريلة؟ هل سيارة؟ هل سيارة؟ هل سيارة؟ هل سيارة؟ يا إلهي لما أدرك أبداً أنا طرزان حقاً حقاً شجاعة مو قوي جداً هل قلت شيئاً يا إليانا؟ لا لما قلت جين شكراً طرزان طرزان نه طرزان جين لا استخدمي هذا هيا أهلاً جين جين هل قلت على شكراً لها 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 آه 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 إنها محظوظة آه جين نشكرك على هذه التجربة التي لا تنسى حياتك فعلاً رائعة أنت محذوذة لديك كل شيء وأنا أعني كل شيء فعلاً هل لدى ترزان أشقاء أو أصدقاء؟ نحن سنفتق دك كثيراً كفا؟ أين السلوك الراقي؟ إلى اللقاء مع سلامتي يا ترزان ودعاً إلى اللقاء سأفقدكن أراكنا قريباً جين هل تفتقدين أنجلترا؟ أحياناً أفقدها لكن صديقاتي محقات لقد تغيرت وأنا سعيدة إذن يا صاحب الملابس هل أنت جاهز لجولة أخرى من لعبة دورك؟ يا رفاق ترزان يا رفاق بدأت أشعر بالجوع وبعدها عاش ترزان وجين وصاحبهم الفيل الرائع الشجاع في سعادة وهناء للأبد صحيح يا توكا؟ 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 أنا آسف يا توكا، كان يجب أن تنبهيني نبهت، ولكن كيف ستسمعني وأنت تغفيني؟ عموماً يا جين، لم تكن فكرة الحفلة جيدة أجل، ترزان لم يكن على سجياته، ولم يكن سعيداً، ربما من الأفضل أن اكتفي بتبدل الهدايا أوه، وما هي الهدايا التي يقدمها الرجال في العالم المتحضر؟ آه، هناك أمثلة كثيرة، ربما علبة حلوة أو باقة زهور حمراء كبيرة، أو جوهرة نادرة كبيرة مثل… مثل الألماس؟ أجل يا توكا، فالألماس هدية رائعة هل تذكرين عندما فكر ترزان أن يهديك ألماسها؟ أنا أتذكر هذا، كلامك ذكرني بهذا الموقف لم أكن أسألك أنت، كنت أسألها هي فعلاً، آسف، أنا سوف أصمت تماماً أجل، أتذكرين يا توكا؟ كأن الأمر حدث بالأمس انتبه، إنها منطقة خطرة تمالك نفسك يا مكور لا نريد أن نعطي انطباعاً خطئاً لا تقلق، سأتخلص من الجميع بسرعة لا بد أن نتخلص من الوحوش أولاً، ذلك أهم لقد جئنا في مهمة ولماذا ترغب في الاستعانة بمرشد؟ انسى أمره، يمكنني تولي الأمر أرجو منك أن تسامح مكور، ففضوله العلمي يسيطر عليه اجلس، نحن عالم براكين، وقد جئنا ندرس البركان الذي في الغابة هناك رجل واحد يمكنه أن يساعدكما حقاً، من هو إذن؟ اسمه ترزان، يعرف الغابة أكثر من حيواناتها، لكن لن يسهل إقناعه حسناً، سأدعو النقود تقنعه بسهولة، ما رأيك؟ للأسف ترزان لا يفهم لغة النقود لا أصدق، إن النقود لها تأثيرها، اسألني أنا توقف، اتركني لا تسئ مؤاملتي، إذا حاولت صيد حيوان في الغابة، سوف أفعل ما هو أسوأ ما هذا؟ من يكون هذا الهمجي؟ هذا هو مرشدكما سيد ترزان، أرجوك انتظر لحظة اسمح لي أولاً بتقديم نفسي، أنا اسمي نائل، وهذا هو مساعدي مذكور حسناً، سأشرح لك، لقد جئنا كي ندرس البركان الذي يقع على الجانب الآخر وبالطبع نحتاج مرشداً يعرف المكان لم تأتي لدراسة شيء انتظر لحظة، في حقيقة الأمر أن السبب وراء ذهابنا إلى البركان هو البخث عنه، سأقول لك الألماس وما هو الألماس؟ أنا تعرفه فعلاً، إذا فعليك الخروج من الغابة ولو لبعض الوقت الألماس، حجر كريم قيمته كبيرة ها؟ لماذا؟ حسناً، لأنه أثمن شيء بالنسبة للنساء في العالم ماذا يفعل هذا الرجل؟ كما ترى تماماً، ففي العادة يهدي العريس عروسه خاتماً من الألماس يحدث هذا في كل مكان؟ بالطبع، والألماسة الأكبر أفضل نعم، وليس من السهل الحصول على واحدة والآن يا طرزان، هل ستكون مرشدنا؟ سأفكر في الأمر لا أثق بهذا الشخص لا يعنينا أن نثق به يا مدكور نحن فقط نريد أن نستغلها ما سر هذا الهدوء؟ أنت الآن تجلس مع زوجتك الجميلة أجمل فتاة في الغابة كنت أفكر في أعني، أعني كيف تكون ماذا؟ حفلة الزخاف في المدن إنها جميلة بالطبع فستان العروس يكون لونه أبيض تحمل ذيله فتيات صغيرات ويرتدي الرجال زياً رسمياً وتكون هناك موسيقى ورقص وظهور ووليمة وكعك يغضي عروسه خاتماً؟ خاتماً من الألماس يجب أن ترى خاتم ابنة عمي إنه في حجم الفراولة فزوجها من عائلة ثرية ولكن حفلة الزفافي كلها متشابهة على عكس حفلنا من غيري كانت الغوريلا وصفة لها لكن لما سألت هذا السؤال؟ لا شيء، تساءل فقط ترزان، صباح الخير جين، صباح الخير، أنا ذاهب ذاهب حسناً هذا واضح سأعود لاحقاً قريباً الليلة أو غداً أو قريباً حسناً سأتي معكما إلى البركان ممتاز ولكن بشرط بدأنا أريد ألماسة لجين آه، يا لك من رجل طامع آه، لا بأس، سنعطيك ألماسة ترغب حقاً في فعل هذا؟ آه، أفعل أي شيء من أجل جين مذهل، إنه يستطيع أن يتواصل مع الحيوان بسهولة آه، يخططان لسرقة الألماس منها بلا شك لا أثق في ذلك الشخص من المؤكد أنك مصاب بمرض الريبة لكنني أريد منك أن تراقبه جيداً أفسح الطريق، فأنا أمر أفسحه، إلى الجانب الآخر أيها الأصدقاء أيعرف أن الصناديق تحتوي على متفجرات؟ إذا انفجرت، سنحصل على نابيه العجيين مم، يا إلهي هذا مدهش، انغلاق مفاجئ ثم تراخن أشعر أن ترازان يخفي أمراً ما عني، يا أبي ضغضغة بلا ألم هذا لطيف عندما خرج هذا الصباح، كان يتصرف تصرفات غريبة إنه يخفي أمراً، لماذا لم يعد بعد؟ تقولين ترازان؟ ذهب إلى المركز التجاري كفا كفا، هذا يكفي، اتركيني المركز التجاري؟ سأذهب وأتحرى الأمر نعم، أنا قادم يا جين هاوا يا جينز кра钱؟ هاوا، تقربوا ! سchodاني تراقطوا ب € эта ملا ثانيا ، اهاااااااااااا Ev يا مرسي على الشجرة نحن في أمان فقط لو صمدت الشجرة جين تسعدني رؤيتك حسنا ألتقت أنفاسي لحظة ما سر هذه الزيارة هل تعرف أين ذهب ترزان؟ ترزان دائما ألن تأتي لسبب آخر أبدا؟ ربما والآن قل لي أين ترزان ذهب مع رجلين إلى البركان عبر الغابة ماذا؟ وما السبب؟ هذا لا يعنيني لكن هذان الرجلان خطران يا إلهي هل حذرتها؟ لا فأنا لا أسيء أبداً لمن يدفع المقابل اسمعي إذا حدث مكروه لترزان أرجو أن تاتي للبكاء عليه هنا هيا يا أبي يجب أن نصل إلى ترزان فوراً يمكنكم النزول شكراً اقتربنا من البركان أخيراً أشم رائحة الألماس بالفعل جاء الوقت أيها المرشد سأغضر أنا بك قبل أن تغضر أنت بنا ماذا تفعل؟ سأتخلص منه قلت لك رقبه فقط علينا الحفر الآن وإذا كنت تريد الألماس حقاً فعليك أن تضع هذا جانباً لكن بعد أن نحصل على الألماس افعل ما تشاء بالسيد ترزان المهم الآن هو الألماس حسناً دعيني أفهم الأمر ترزان وطأ يقودان رجولين إلى البركان ولم يخبراتي مطلقاً بكل هذا؟ لم يخبراني تفهم عدم إخبارهما لكي لكن لم يخبراني أنا؟ كيف يفعلني ذلك؟ نحن مستعدان ماذا يفعل هذا الشيء؟ تعني أن هذه متفجرات؟ لن تأخذ مننا الألماس بسهولة لماذا أخفى ترزان هذا الأمر عننا؟ لا يخفي أحدنا شيئاً عن الآخر إنه ترزان لابد أن لديه أسبابه بالتأكيد ربما لم يتمكن من إخبارك ما الذي تقصده يا أبي؟ أقسم على الصمت ربما يعرف الرجلان شيئاً عنه لكن سيد ديمونت قال إنهم لا يعرفانه حسناً إذن لماذا أخفى الأمر؟ إلا إذا كان بالطبع لا لا غير معقول أم ماذا؟ أم ماذا يا أبي؟ ترزان؟ تقصد جاسوس؟ هذا منطقي قصة حياتي التي لا تصدق يعني لقد ربته القرود و... توقف أنا شاهدة رأيت القرود حسناً لكن إذا صح الأمر لصالح من يتجسس؟ ماذا تقولين؟ لا يوجد أحد يتجسس عليه هنا هذا ما يجعل الأمر أكثر ذكاء سيد نائل هل هذا هو ما نبحث عن؟ نعم لقد اضطربنا واصر الحفر انظر أعرف أنها عبارة مكررة لكنني سأقولها نحن أشرياء سخور لامعة؟ هل هذا هو سر حماس؟ مهم فالنساء تضعها في أصابعهن ويقولون إننا نحن همجيون؟ من هنا يا جين سوكا ماذا تفعلين هنا؟ عرفت من جين والبروفيسور أن الرجلين اللذين مع طرزان خاطران فجئت كي أساعد خاطران إلى أي حد؟ أوه أقصى حد وأسوأ نوع خاطران ومجرمان أوه النمل الأبيض؟ ترى أي ألماسة ستعجب جين؟ انسى يا صديقي لم تستطيع أن تسرق الألماسة منها أنا لست لصا كيف لنا أن نعرف؟ عموما لن نجازف تارزان أو أيا ما يكون اسمك الحقيقي؟ أوقف لا تقلق خططوا للأمر أنا أذكى منه ها؟ أنت أذكى منه؟ لقد فجرت المكان ولن نحصل على بقية الأماس فلنناقش الأمر في مكان أكثر هدوءاً لنعطي للسفينة إنه صوت الرعب آسف علي التخلص من أوراق الشجر هذا الصوت يأتي من البركان؟ لن نتمكن من الخروج من هنا هناك خبر سيء يا رفاق إن الأرض تحترق تماماً علمياً يزداد البركانون شاطاً في كل لحظة لنصعد إلى منطقة عالية لا يوجد مخرج ترى إذن؟ لا لا هذه حماقة ما الأمر يا أبي؟ حسناً بما أن الصخور المنصهرة تحتنا إذن فواهة البركان ستكون فوقنا لا أعتقد أننا يمكننا اختراق قمة الكهف حتى إذا وصلنا إليها هذا مستحيل أحسنت يا طرزان كن حذراً أرجوك نجحت الفكرة ماذا ترى؟ البروفيسير محق إنها نظرية علمية هيا يا أبي هيا هيا أسرح هذا مدهش ليتني أستطيع دراسة الصخور المنصهرة هل لا فعلت في وقت آخر؟ وجهة نظر المركز التجاري من هنا أظن ذلك نحتاج الآن إلى مساعدة رجل الغابة قلت لك أنا سأتولى الأمر أبهذه الطريقة تتولى الأمر؟ أهرق سننتظر حتى يرحلوا سيشعرون بالملل في النهاية شكراً يا ولدي لكن أعتقد أن أمرنا انتهى طرزان ما الذي تفعله؟ تعلق بي بسرعة لكننا نريد أن نسر لا تخاف سنسر هذا ممكن؟ لا يهم طالما أنه قد نجح ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هست شكراً ماذا تريد؟ لا تستمعني ملعش، أمرٌ منهش ألم أقول لك؟ ألانا بإمكاننا أنّا اصعد، أعلى، اصعد تراغان، أنت حي أعلك لست غاضباً بشأن ما حدث في الكهف لا لا، الناس لا لا لا، الناسي أكريدان العودة إلى هناك؟ لحظة، سأوضح لك الأمر إن هناك سوء تفاهم كبير فنحن علماء باراكين كنت سأتخلص منه وأنت منعتني نعم، وأوضح هذا الأمر أيضاً للشرطة في النهاية، تحققت العدالة عدالة الغابة هذه قصة لطيفة لكن ما علاقة هذه القصة بذكر زواجينا؟ طرزان، وجد أنه يجب أن يقدم لك ألماسة رغم أنه يوم عادي إذن، تخيالي ما شعوره الآن؟ عندما أقدم له هدية في ذكر زواجينا وهو لا سيحزن ما هذا؟ يا إلهي يا إلهي أجلوا بسرعة أبي، هذا أنت؟ لا تقلقي، فأنا بخير يا جين ماذا حدث؟ في الواقع كنت أجري تجربة علمية للتحقق من وجود تفاعل بين ثاني كلوريد السوديوم ومركب نترات الكربون وهل وجدت تفاعلاً بينهما؟ لقد رأيت بنفسك هذا التفاعل الآن المهم، لماذا أنتم هنا؟ أنا وطرزان مرعيم على زواجينا، لذا كنا نتناقش كيف أحتفل بهذه المناسبة توكا وتأتا جعلاني أعيد النظر في فكرة الأصلية تعرفون أن ترزان لا يحب الحفلات؟ والهدية ألضاً ستضايقه أكثر ربما يمكننا أن نقوم مثلاً بالجلوس تحت ضوء القمر؟ آه، فكرة رائعة يا جين، إنه شيء ممتع فهذه مناسبة سعيدة برام بام بام، هاي برام بام، لما لا تقيمين حفلاً في المنزل؟ برام بام، برام بام، برام بام، برام بام 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 سمعاني، طرزان سيرفض، تذكرني ما حدث؟ نعم، كانت ليلة في غاية السوق سمعب نفيك، رائعة، تذكرني ما يادرون إلى المنزل؟ عزاح رائعة، تذكرني ما أحضر، تذكرني ما يداره؟ جبما، هوا، تذكرني ما تذهب؟ آسف أيها العجوز والآن يا جين تخجاء دورك نوصل الهوائي تم التالي تثبيت سمام الجيرومينيوم في جهاز الاستقبال يا إلهي سمام الجيرومينيوم مستحيل كيف سأحصل عليه في الغابة؟ سمام الجيرومينيوم؟ أعقد أن المقلات ستفي بالغرب تماماً نسيت الفطورة مجدداً ماذا تفعل يا بروفيسير؟ حسناً هذا جهاز لاسلكي يا فتى إنه جهاز اتصال سأسأل رغم كل شيء ما هو لاسلكي؟ آه إنه جهاز يمكننا من الاتصال مع الآخرين عن بعد مثل الذي في إنجلترا؟ أتمنى هذا أود أن أعرف نتيجة دور الكيريكت والآن أحتاج إلى سلك آخر بسرعة كان هنا قبل قليل يا إلهي لم يعد لدي سلك لكن هذا سيفي بالغرب آيه كنت أظن أن البشر يستأذنون قبل أخذ أي شيء صاحب ها كذا رأيت؟ هم 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 لحن رائع بم 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 بام 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 رم بام رم بام آه أبي إنه ستراوس موسيقى رائعة طرزان هيا معي احتاجوا شعرة أخرى أداؤك رائع رغم أن الموسيقى ليست فالس وما هذا؟ موسيقى الفالس معروفة إنها رائعة لا ما هذا؟ انفتح كائن عجيل إنها طائرة وأعتقد أنها في ورطة تتجه نحو النار؟ إلهي سأتصل بقائدها عبر اللاسلكي هل أنت بخير؟ اتركني يا فتى أنا مسؤول الحكومة البريطانية كنت أظنك في ورطة ماذا تقول؟ يمكنني التغلب على أي ورطة بابي؟ بابي كالر؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد كلفتني الملكة بمهمة لكن لدي عطلة لعدة أيام فقررت المجيء إلى هنا فوراً يسعدني مجيء قل لي كيف عثرت علي؟ عزيزتي صديقتك هيزل أكبر ثرثارة في بريطانيا الجميع يعرفون أنك هنا أنا ترزان زوج جين سمحني ترزان هذا كالر لقد نشأنا أنا وهو سوياً روبرت هذا ترزان نعم لقد جاء يساعدني سيدي لقد استطعت أن تحرم أنجلترا من أذك مرات فيها أهنئك يا سيدي شكراً هيا أرحل الآن طرزان ما الذي تقوله؟ لا أثق به عندما أنظر إلى عينيه فراه صابوه ومن يكون صابو هذا؟ طرزان أنت تتصرف بحماقة أنا أعرف بوبي منذ الطفولة لقد كان جارانا النجدة حريق أبي اوه انتهت القصة جين هل لا تركت السياران لي؟ أبي هل أنت بخير؟ نعم نعم محاولة الأخيرة في صنع لاسلكي تسببت في مشكلة بسيطة سامحني لأنني خطفت منك الأضواء لكن الأمر كاد أن يسوء هل أنت بخير؟ أنا بخير أعتقد أن جهازاً لسلكية يحتاج إلى بعض التعديلات يا بروفيسير نعم هذا صحيح هل أنا أعرفك يا سيدي؟ لا 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 تخبرني طبيب القلب من الخرطوم؟ لا طبيب الحساسية؟ لا الطبيب النفسي مثلاً؟ لقد كان جارانا في نايتس بريدج يا أبي تذكر روبرت كالر؟ بوبي كان لار الصغير؟ نعم بالطبع صار رجلاً الآن نسعدني رؤيتك يا عزيزي أخبرني من الفائز في مباراة الكريكت حتى الآن؟ إنجلترا متقدمة على أستراليا آه رائع مدهش أحسنه بوبي حقاً لا أعرف كيف أشكرك كانت رحلتي شاقة جداً وأرغب في احتساء الشاي بكل سرور هل ستأتي يا طرزان؟ لا إنه شرير يا جيم لا لا طرزان يا غار؟ أنا لا أغار ولكنني لا أثق به لا تثق بكانلر؟ حسناً لكن هل يمكنك أن تثق بي؟ حسناً نعم هذا كل ما يهم انضم إلينا إذن عندما تعود إلى رشدك أعتذر نيابة عن طرزان هذا ليس طبعاً يبدو أنه يشعر بالضيق أو شيء كهذا أين هو؟ أين وضعت؟ في الحقيقة ليس هناك ما يدعو إلى هذا، فأنت بمثابة أخي؟ نعم نعم، أنت محقة يا جين أين هو؟ يا إلهي روبرت، هل تبحث عن شيء؟ آه نعم، كشفت أمري، كم أنا خائف جين، هل تذكرين صندوق الموسيقى الذي أهديتك إياه قبل رحيلك؟ أعتقد ذلك، المصنوع من الخزف؟ هذا صحيح، هل ما زلت تحتفظين به حتى الآن هنا؟ ربما، فالحقيقة لا أتذكر جيداً لقد كان ملكاً لوالدتي، حسناً، أود أن أهديه إلى شخص عزيز عليه حسناً، لا تقلق، سأبحث عنه بالتأكيد ممتاز، أنا شاكر لك يا جين ها، نعم، لا ينقصني الآن إلا السلك آه، قد تفي شعرة فيل رائعة بالغرض لا لا لا، لا تقلق يا صديقي أريد شعرة أو شعرتين فقط توقف؟ إن من بت شعري ضعيف؟ يا تقطع من أجل العلم لا لا، تقطع، عد هنا، ستبدأ المباراة بعد قليل لنراجع الأمر مرة أخرى لم تذهب معهما لأنك لا أحب الشاي، ولا أثق بكانلر هذا وتغار غير صحيح نعم، ما الذي يجعلك تغار؟ أعني نعم، كانلر وسيم وأنيق ومثقف صفات تفتقرها أنت ما الذي سيدفعك للشعور بالغيرة؟ قد تكونين محقة، كنت أظن الأمر مختلفاً لكن ربما أشعر بالغيرة طرزان، جين زوجاتك، ويجب أن تعرف أن أي شيء لن يغير هذا، أبداً معك حق، شكراً إنهم البشر يعقدون العلاقات بلا سبب آه، ها هو ممتاز، أشكرك يا جين لا تشكرني، إلا بعد أن نتأكد أنه يعمل تعيد الموسيقى الذكريات؟ روبرت، هل تذكر دروس الموسيقى في الصغر؟ آه، نعم، أتفكر أنك كنت لا تجدينها مطلقاً لقد أصبحت بارعة فيها الآن، لقد تعلمتها لابد أنك تعلمت الكثير من الغوريلا كانلر، فلتستعد دليل اندهش استعدي ترزان؟ يا إلهي، كانلر، يبدو أن ترزان غير سعيد لوجودك هنا أنا آسف يا جين، يمكنني أن أخذ صندوق الموسيقى وأرحل من هنا في ظل هذه الظروف؟ هذا هو الحال المناسب يؤسفني أنك لن تبقى معنا بعد الـ ما هذا؟ روبرت، هل أنت عميل سري؟ قل لي في الواقع يا جين، أنا عميل مزدوج للأسف اكتشفت جهاز التجسس الخاص بي جهاز تجسس؟ تتجسس على بريطانيا؟ نعم، والأعداء مستعدون لدفع مبالغ طائلة من أجل هذا لكن، لماذا أهديتني إياه؟ تشك المخابرات البريطانية في أمري، لذا قررت أن أرسله معك وأنت ذاهبة في رحلتك لما كنت أتوقع أنك ستعيشين في أفريقيا روبرت، أنت تخون بلادك، لماذا ذلك؟ هل المال دافع غير أخلاقي من وجهة نظرك؟ بالطبع، هل يمكنني أن أقول لا؟ تعيش بلادي متهورة أنت يا جين حسناً يا جين، لا تكون خرقاء وتذكري مع علمك، يهو ترزان لا بأس حتى الأن أحسنت يا جين، أحسنت يا جين لكن للأسف لن أدعك تذهبين وتبلغين عني، لأن الملكة لتعرف الرحمة مع الخائنين إنني أحذرك، سأشيبك المرة القادمة أحذرك، 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 مستعد؟ أحذرك، 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 ليست إلى جديد أحذرك، أحذرك، وأحذرك، بلادك، مستعدون أحذرك، وأحذرك، لكن لا تمنس على ranksباراً حقا يا فتى أداء رائع من تقول؟ نعم هي جذر بي أن أعرفك بنفسي النقيب نايجل تيلور من سلاح الطيران الملكي إدارة الاستخبارات صديقك موجود هنا صديقي؟ روبرت كانلر سيدي روبرت كانلر ليس صديقي إنه شخص جبان في الواقع هل تقول هذا بدافع الغيرة؟ غيرة؟ كانلر سرق معلومات سرية لقد خان بلادنا كما أنه أسقط طائرتي هل خان عائلتك؟ يمكنك قول هذا يا عزيزي روبرت كانلر رجل شرير رجل شرير وخطير أعتذر عن الطائرة غير الأنيقة يا جين هل لك تشعرين بالراحة؟ إننا يديا مقايدتين سامحيني على ما يحدث أنا أنسف للأسف هارب كانلر مني مجددا درسان إلى أين ستذهب؟ لا لا يمكننا منع أنت لا يمكنك لكن يمكنني أنا حقاً يا لهم العميد هذا الرجل أزعجني كثيراً درسان جين لا لا بل تبتعد هيا زوجك درسان عنيد جداً أكثر مما تتوقع بكثير هذا يكفي يجب أن تسقط دعجين تذهب ليس ممكناً أن أهزم درسان درسان يجب أن يقود أحد بالطائرة قصوا يعرفوا كيف يقودوها لا جهاد لا سلكي يعمل لقد أخبرتك من قبل أنني أتغلب على أي مشكلة بروفيسور بروفيسور هل أنت هنا؟ آه قدر أمان يطقطع لا إنه يريد أن ينزع شعرك الغالية وأنا لا أريده أن يفعل أخذتها رأسي، رأسي في الواقع لم أتألم بالطبع يا فتى لن أوذي صديقاً مثلك يا طاطع هذا مستحيل ها 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 والآن سنعرف نهاية مباراة الكريكت أنزة، أبي، هل تسمعوني؟ جين، ماذا تفعلين في مباراة الكريكت؟ أنا على مكة طائرة روبرت وهذا يذكرني في أمر مهم هل تعرف شيئاً عن قيادة الطائرات يا أبي؟ حسناً، أعرف القليل عنها يا جين لنرى الآن ادفعي الزراعة إلى الأمام لكي ترتفع النشد الزراع نشد، نشف أعتقد أنك محيقة يا جين اجذب الزراع نعم، هذا صحيح فجأة أصبحت خبيراً عملية هبوطي بسيطة جداً إجعانيكم قنمة تتجه إلى الآن؟ نعم، إلى الآن؟ نعم حسناً، حسناً لقد قوز يا سادة، أه، السايدة للهبوطي سيكون عريفاً أه، لبدو أن لدينا مشكلة أحسنت يا تردون، أنت مدهش أه، أنت صحيح أه، أتمنى أن لا تظن أنني تجاهد يا ترسان، لكن عليها تسليم الجهاز ولا تفكر في اللحاق به، وإلا سأضطر لقطعي هذا الحفل يا جين، ساعدت برؤيتك من جديد، وداعاً أما أنا فلم أسعد برؤيتك مطلقة بردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أه أحسنت يا روبرد أحسنت شكراً يا جيل والآن يا ترازان لم يصب أي أحد صحيح؟ اهبت بالطائرة الآن توقعت أن تقول هذا لن تفلت أبداً من هذه القيود يا كانلر لا تقلقي بشأن يا جيل عدم يسببه ترازان من متاعب أتغلب على أي مشكلة متأكد ستقول المحكمة حكمها بشأنك وداعاً يا روبرد لا تقول وداعاً يا جيل وإنما إلى اللقاء كنت محقاً من البداية يا ترازان اتضح أن روبرد شرير نعم لكنه أنقذك لذا ربما يكون طيباً أيضاً صارت الأمور بخير في النهاية جين أرجوك لا تحاول أن تطلب ذلك من طرازان حتى لا يغضب حسناً حسناً أخاف إن طلبت منه ذلك ربما يجرح هذا مشاعره ويغضبه أه، إذن ماذا أفعل الآن؟ لن أقيم حفلاً ولن أقدم هدية ولا أستطيع أن أفرح مع زوجي في ذكرى زواجنا؟ جين، ذكرى الزواج فكرة من العالم المتحضر وآه، طرازان ليس من العالم المتحضر حسناً إذن، فليكن ذكرى زواج سعيدة يا جين مفادة مفادة مهذا؟ حفل ذكرى زواجنا حفل؟ ذكرى زواجنا يا جين طرازان، أنت ترتدي بدلة أبيك؟ نعم، نعم، ارتبعت شيئاً جميلاً كي يناسب الحفل آه، وأنتم كنتم تعرفون كل شيء هذه هي الحقيقة هناك المزيد يا جين المزيد؟ وماذا أريد أكثر من هذا؟ ما رأيك في هذا؟ طرازان، إن هذه رأيها أحضرتها من منجم الألمس؟ أجل، انتظرت الوقت المناسب كي أقدمها لك أنت حقاً تفهم عالمي أكثر مما أتصور كما تفهمين عالمي أغني للحياة على دقة قلبي والشمس والسماوات وأطير أغني للحياة وأعيش اللحظة أغني في كل الأوقات وحقاً صعب التصديق هذا ليس حلماً لحن الحياة وأغني لحنا الحياة موسيقى موسيقى خذهم أستمع لغناء النجوم ولغناء الأطفال أيضاً أسمع احتفال القلوب وكل كائن حي أغني للحياة على دقة قلبي والشمس والسماوات أغني للحياة وأطيره أغني في كل الأوقات وحقاً صعب وصديق هذا ليس حول من لحن الحياة أي شمع لحن الحياة